موسيقى مجلسة ثالثة من نيو تيفي أهلا بكم بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والسفير اليمني تطوير التعاون والشراكة كما ناقش معهم آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة خليجي 25 بالبصرة وبحسب بيان حكومي فإن السوداني أكد أهمية هذه البطولة ورمزيتها المتميزة لدى العراقيين والأشقاء المشاركين وما تمثله من مناسبة للقاء الأخوة على أرض العراق من جانبهم أشار السفراء إلى دعم بلدانهم لإنجاح هذه البطولة وتمنوا أو ثمنوا أجهود التي بذلها العراق من أجل تحقيق هذا الهدف نفذت تذاكر الوجبة الأولى لمباراة الافتتاح بين منتخبي العراق وسلطنة عمان ضمن بطولة خليجي 25 بعد طرحها بساعات وفقا لرئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أحمد الموسوي الموسوي ذكر في تصريح له أن الوجبة الثانية من بيع التذاكر الإلكترونية ستطرح اليوم فيما ستنطلق عملية البيع المباشر في خمسة منافذ الخميس المقبل لجميع المواطنين داعيا إلى أخذ التذاكر من المصادر المعرفة والابتعاد عن السوق السوداء مدرب نادي الميناء باسم قاسم قال إن مشاركة نادي الكويت الكويتي في المباراة الافتتاحية لملعب الميناء تعكس المساهمة الخليجية في دعم الكرة العراقية مشيرا إلى أن الحدث كرنفال سيخلده التاريخ حقيقة دائما يعني تعودنا على أخواننا وشقانا من محيط العربي ومحيط الخليج بأنه يكونوا دائما سباقين حقيقة بمديد العون للكرة العراقية والمشاركة في جميع الاحتفالات أعتقد هذا الكرنفال الكبير وهذا الموضوع البروتوكولي اللي بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الولمبي يخلد التاريخ يعني محط فخر واعتزاز لكل مدرب محط فخر واعتزاز إلى اللاعبين إلى الجماهير أعتقد لكل من يحضر المباراة في هذا اليوم من جاته وصف عضو إدارة نادي الكويت الكويتي وليد المنديل الاستعدادات الخاصة لخليج البصرة بأنها أكثر من ممتازة مشيرا إلى أن المباراة اليوم هي رسالة كويتية لدعم استضافة العراق للبطولة الاستعدادات أنا شوفها استعدادات أكثر من ممتازة والباين ما شفنا الملعب لكن كل يتكلم عن أن تحفو معمارية نشارك العراق كدعم من الكويت وتأكيد من الكويت لاستضافة العراق لبطولة كاس الخليج وأن الأمان والأمن وأن الأمور على أكمل وجه وحبنا نبين للشعب الخليجي والعالم العربي أن العراق لا زالت ولا تزال وهي بخير وأن يطمنون يجون وهو مرتاحين شهدت سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا في البورصة المحلية حيث تجاوز سعر البيع 155 ألف دينار لكل 100 دولار وكان البنك المركزي قد قرر في وقت سابق تعديل سعر صرف الدولار أمام الدنار العراقي إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب1460 دينارا لكل دولار وللمواطنين ب1470 دينارا الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال إن الطبقات الهشة الفقيرة هي الأكثر تأثرا بارتفاع سعر صرف الدولار لأن الطبقات الهشة بالمجتمع أكثر مشترياتها هي جاية عن بضايا أو سلع مصنوعة بالخارج بالخصة أن الطبقات الهشة الفقيرة يعني يعمل على زيادة نسب الفقر بطالة لو قام الحكومة العراقية وأقدمت فعلا على توزيع حصة تموينية إضافية سيخف الطلب على السلع والبضايا من ضمن الحصة بسعر دينار عراقي يسدد راح يخف الطلب على الاستيرادات وبالتالي عامل مساعدة على خفض قيمة الدولار ويصبح ميزور يعني طبقات الفقيرة ضحفة قوت شراء بدلا نشتري ثمان صمونات بألف دينار سيشتري ست صمونات أو خمسة وهذا يأثر بشكل كبير ويقل الطلب ويصير انكماش اقتصاد كما لاحظنا في فترة العيد لم يكون هناك تسوق وحركة شراء واسعة وكبيرة بالنسبة لكثير من المواطنين بسبب الكفاءة على سعار السلع المستولدة من الخارج ختاب الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة